موسيقى الثانية بتوقيت دمشق مجاز لأهم الأنباء تلقى الرئيس بشار الأسد عددا من برقيات التهنية بمناسبة حلول عيد الفطري المباركة وقد وردت البرقيات من كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ووزير العدل الدكتور النجم حمد الأحمد ورئيس مجلس الإفتائل على المفتي العام للجمهورية سماحت الدكتور أحمد بدردين حسون والقاضي الشرعي الأول بدمشق محمود مع الراوي وعبر مرسلو البرقيات عن أسماء آيات التهاني والتبريك بأيدي الفطر آملين أن ينصر الله سوريا على أعدائها ويرحم شهداءها الأبرار ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء التفجير الإرهابية الذي استهدف حي الصالحية في مدينة الحسكة إلى عشر شهداء إضافة إلى إصابة سبعة وعشرين شخصا حسب ما أفاد مصدر في قيادة شرطة المحافظة وفي وقت سابق أكد المصدر أن إرهابيا انتحاريا كان يقود دراجة نارية فجر نفسه مساء أمس أمام فرن في حي الصالحية بمدينة الحسكة مضيفا أن التفجير الإرهابي أسفر عن سشاد عدد من الأشخاص بينهم طفلة وامرأة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة كحصيلة أولوية أولية وأضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي جملة من القضايا المتعلقة بالوضع في سوريا والعلاقات مع حلف شمال الأطلسي وإجراءات تعزيز الثقة في السماء فوق بحر البلطيق وقال ديمتري بيسكوفا ناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي قال إن المجلس أكد مجددا أن نهج حلف الناتو الرامي إلى التوسع يدل مرة أخرى على الطابع العدائي للحلف ولا يسهم بأي شكل من الأشكال في تعزيز أمن أعضاء الحلف بل يؤدي إلى تصعيد التوتر وبالدرجة الأولى في القارة الأوروبية سقطت حوامة عسكرية تركية في مدينة جيرسون التركية وقتل كل من كان على متنها وهم 11 عسكريا بينهم ضباط ومسؤلون عسكريون من بينهم قائد قوات الجندرمة في ولاية جيرسون العميد مصطفى دوغر وهيئة من قيادة قوات الجندرمة ومقدم ورائدان وضباط وصف ضباط أعلنت قيادة القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية سقوط طائرة من دون طيار شمال سوريا وحرصت قيادة القوات الأمريكية في بيان حرصت على نفي تعرض الطائرة لإطلاق نار تسبب بإسقاطها مشيرة إلى أنها سقطت بسبب فقدان السيطرة عليها وفي وقت سابق ذكرت وكالة السايت الأمريكية الخاصة برصد ومراقبة النشاط الإرهابي نقل عن وسائل أعلام تابعة لتنظيم داعش ترهابي عن ناصر من التنظيم المتطرف أسقط طائرة أمريكية من دون طيار بالقرب من مدينة الطبقة في ريف الرقع ختام المجاز بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر